السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وفا عبد الرضا مدرسة اللغة الإنجليزية درسنا لهذا اليوم ليصف الأول المتوسط في الدرس السابق قمنا بشرح موضوع four countries البلدان الأربعة وكان بموضوع قواعدي اللي هو الcomparative and superlative comparative معناها المقارنة والsuperlative معناها التفضيل فقمنا بحل التمارين الخاصة بالقطاع الأربعة الدرس الخامس activity book نشاط فراح أجلي هنا عندي الcomparative والsuperlative المقارنة والتفضيل فعندي comparative مقارنة superlative تفضيل كون بالبداية أفهم شنو الcomparative وشنو السuperlative حتى أعرف شلون أحل الموضوع فعندي هنا عندي comparative المقارنة المقارنة كاتبة عندي هنا هي مقارنة بين شخصين أو شيئين أو اثنين يعني يكون عندي فت شخصين أقارن بين شخصين أو شيئين دائما المهم أن يكون عندي اثنين أقارن ببيناتهم زين السuperlative المفاضلة يعني شنو المفاضلة هي تفضيل شيء واحد هي تفضيل شيء أو شخص واحد على الكل يعني عندي شخص أو شيء واحد أفضلة فقط ما عندي اثنين زين في المقارنة بي الcomparative راح أجل هنا تحتوي على كلمة ذان دائما تحتوي على كلمة ذان كلمة ذان معناها من أكو بيهم ما يفرقون بين جملة المقارنة والتفضيل فأنا أقول لهم إذا ما تعرفون تفرقون هنا جملة المقارنة تلقي كلمة ذان لكن في جملة التفضيل تحتوي على كلمة ذا ذا معناها أل شلون مثلا أل التعريف أريد أقول الكتاب ذا بوك مثلا القلم ذا بين فعندي هذه الذا هي أل التعريف النقطة الثالثة بالمقارنة بالcomparative نضيف للصفة للصفة شنو أضيف؟ أضيف إذا كانت الصفة ذات مقطع واحد يعني الصفة أضيف لها بالنهاية إذا كان ذات مقطع واحد يعني بي حرف علة واحد أو نضيف كلمة مور قبل الصفة أضيف كلمة مور قبل الصفة شوكت إذا كانت الصفة الموجودة عندي ذات مقطعين أو أكثر يعني بها حرفين علة أو أكثر راح أوضحها مع الأمثلة عندي هنا النقطة الثالثة هنا بالتفضيل نضيف للصفة EST إذا كانت ذات مقطع واحد وأضيف كلمة most قبل الصفة إذا كانت مقطعين أو أكثر فهذا لي هنا وضحة الفكرة المقارنة عندي بها than وأضيف للصفة ER أو أضيف كلمة more قبل الصفة المفاضلة تحتوي على the وأضيف للصفة EST أو كلمة most قبل الصفة هذا الموضوع صراحة هو موجود بصفة السادس ابتدائي موجود بالأول متوسط وموجود بالثاني وحتى موجود بالثالث متوسط فراح أجل هنا للقاعدة القاعدة عندي هنا الفاعل أو الاسم الأول الفاعل الأول أو الاسم الأول زائدا is أو are أو am إذا كان مفرد أو هي شيئت أخلي is إذا كان الفاعل عندي جمع أو they we you أخلي are لكن إذا كان الفاعل I أحط am هايلي هنا أنا واضحة زائدا أعج أكتب الصفة هاي الصفة طبعا أقصد بها ذات المقطع واحد اللي بيحرف علا واحد أضيف اله إي آر زائدا إي آر زائدا ذان زائدا الإسم الثاني يعني راح أجي أنطي مثال بالعربي راح أقول مثلا علي is هو أطول طولر من ذان أحمد أحمد زين هاي الصفة زائدا الإي آر خاصة بس إذا كانت الصفة بها حرف علا واحد بها حرف علا واحد مثلا كلمة بيك كبير ساد حزين بها حرف علا واحد لكن هذه الجو لكن هاي اللي عندي هناك كلمة more زائدا الصفة هاي أستخدم القاعدة إذا كانت الصفة عندي بها حرفين علا واكثر يعني بها واي حروف علا مثلا كلمة beautiful ثلاث مقاطع أو كلمة boring أو كلمة important بها واي حروف واي حروف علا يعني واي مقاطع عندي فإذا أستخدم القاعدة الموجودة هذه عندي إذا كانت الصفة مكونة من مقطعين أو أكثر فإذا فاعل زائدا فعل مساعدة وفعل الكينونة زائدا more قبل الصفة الصفة كل شيء ما أضيف لها بس أخلي more قبلها زائدا than زائدا الإسم الثاني منضيه هنا مثال Ali is taller than أحمد علي هو أطول من أحمد فآن هنا كاتبة taller than ضايفة للصفة er ليش لأن عندي كلمة tall tall t-a-l بها حرف علا واحد فإذا هي ذات مقطع واحد بما أنه ذات مقطع واحد استخدمت هاي القاعدة وضفت لها er راح أجلي هنا France اللي هي فرنسا is more beautiful more beautiful كتبت هنا more قبل الصفة ما لbeautiful لي أنا عندي beautiful شوفوا كم حرف علا بيها a-e-a-u هذا حسب مقطع أي حروف علا متتالية يعني تجي حروف علا واحدة وراء ثانية أحسب مقطع واحد فإذا هذا مقطع واحد t-u-i هذا مقطعين f-u-l هذا المقطع الثالث فإذا فرنسا is more beautiful country than India فرنسا هو بلد أكثر جمالا من الهند فإيضا جاي أقارن بين فرنسا وبين الهند هنا قارنت بين علي وبين أحمد فإذا عندي كلمة than min وضيف للصفة er وضيف للصفة قبل الصفة كلمة more أعرف بأنه هذي شنو؟ هذي مقارنة راح أجلي هنا هنا عندي فاعل زايدا is r-am إذا الفاعل مفرد أخلي is إذا الفاعل جمع أخلي r وإذا الفاعل كان i أخلي am the اللي هي l التعريف زائدا الصفة وضيف الها est زائدا التكملة إن وجد hi أيضا أضيف للصفة est إذا كانت الصفة ذات مقطع واحد بها حرف علا واحد وأستخدم most قبل الصفة إذا كانت الصفة عندي مكونة من مقطعين أو أكثر مزيلا راح أجيانطي مثال بالعربي أنا مقلت هنا علي أطول من أحمد ما أريد أقارن علي ويا أحمد راح أقول علي هو الأطول ما أجي بسيرة أحمد فهنا أنا راح أجيطبق هالقاعدة الفاعل الأول منه علي علي مفرد خليش خليت له is the أنا أزلها فإذا شصار عندي علي هو الأطول الأطول tall أضيف لها est صارت عندي the tallest علي is the tallest علي هو الأطول زيان الجملة هذه ما الفرنسا أيضا ما أريد أقارن فرنسا ويا الهند راح أقول فرنسا هي الأكثر جمالا فإذا شرح أقول فرنس عندي مفرد أيضا نضيف لها is فرنسا هو البلد الأكثر جمالا most وmore معناها أكثر most أكثر more أيضا أكثر فإذا فرنسا is the most beautiful country الكلمات الذات مقطع واحد يعني تحتوي على صوت علّى واحد صوت علّى واحد فإذا عندي كلمة small شوفها كم حرف لكن أنا قلت صوت ما قلت حروف فإذا عندي as, o, m, a, double, l كم حرف علّى بها فقط واحد اللي هو a فإذا هاي الكلمة مقطع واحد رأسا أضيف لها er رأسا أقول smaller وأيضا أضيف لها est فتصير عندي smallest وايضا عندي كلمة big أيضا بها حرف علّى واحد فرأسا أقول bigger biggest لكن عندي هاي عليها ملاحظة بعدين أبينها لكم زيان الكلمات الذات مقطعين أو أكثر يعني تحتوي على صوتين علّى أو أكثر فإذا عندي هنانا boring أمحدد هنانا o حرف علّى i حرف علّى فإذا صارت عندي boring هذه مقطعين زيان important هذه كم حرف علّى كم مقطع ثلاثة فإذا بما أن هاي مقطعين وهذه أكثر ما أضيف لها لا er ولا أضيف لها est أستخدم هذه القاعدة اللي أكتب قبلهن كلمة more وأكتب قبلها كلمة most فإذا أقول هنا more boring most boring أو more important and most important راح أجلي هنانا لهذا التمرين activity book كتاب الطالب page 60 صفحة 60 هو تابع لي الدرس الخامس listen 5 read and complete these sentences يقول اقرأ وأكمل تلك الجمل هذا التمرين بس أستخدم بي كلمة more وكلمة most ليش؟ لأن الصفات الموجودة عندي هي صفات مكونة من مقطعين أو أكثر يعني بيها حرفين علّة أو أكثر راح أجي أشوف هنا number one the فراغ interesting building in Iraq is the يقول لي الفراغ المبنى الممتع interesting الممتع أو المثير للاهتمام فعندي interesting interesting هذه الصفة من أجي أباوع كم مقطع بيها بيها هوايا عندي حروف زين بما أنه آني عندي the بما أنه بالجملة موجود عندي the زين أجيباوة هل أكو ذان بالجملة ذان قلنا معناها من موجودة ذان بالجملة ماكو زين جاي أقارن بين شيئين أو اسمين أيضا ماكو فإذن أنا قلت المبنى الأكثر جمالا في العراق هو شنو فإذن راح أقول لي هنا most ما استخدم كلمة more more استخدمها بالمقارنة most استخدمها بالتفضيل فإذن أخلي بالفراغ most يقول لي المبنى الأكثر متعة في العراق is the هو مثلا نقدر نقول أي شيء فهنان كتبنا museum المتحف زين راح أجيل هنا number two the important industry industry صناعة مهمة الصناعة المهمة عندي هنا أيضا the in Iraq is the فإذن أكو ذان بالجملة ماكو فإذن راح أيضا أستخدم most فإذن راح أقول هنا the most important industry الصناعة الأكثر أهمية في العراق هي the oil industry صناعة نفطية number three النقطة الثالثة at home في البيت I am I am فراغ helpful helpful معناها متعاون أو تعاونا than من my فراغ أول شيء أبعع بالجملة أكو ذا اللي هي للتعريف ماكو ذا شنع عندي بالجملة عندي هنا than اللي هي من فإذن هذه جملة مقارنة بما أنه مقارنة أجابه عصفة مالتي خلي أشوف هي شنو مقطعين ثلاث مقاطع أو مقطع واحد إذا مقطع واحد أضيف الهئيار إذا مقطعين أو أكثر أضيف قبلها كلمة مور فإذا أنا عندي هنا هيلب فول هيلب فول هذه كم حرف علة ثنيا فإذا هذه مقطعين فإذا أكتب قبلها كلمة مور فإذا أنا أكثر تعاونا I'm more هيلب فول أكثر تعاونا than من my مثلا تقدرون تقولون my sister أختي أو my brother أخي فأنا خليت هنا my brother number four النقطة الرابعة clumping mountains clumping mountains تسلق الجبال is فراغ dangerous dangerous معناها خطر هذه عندي هنا صفة فإذا عندي هنا A E وهذا اعتبر مقطع واحد O U dangerous مكونة من ثلاث مقاطع A E O U هذا حسب مقطع واحد بما أنه أكثر من مقطع أخلي قبل هيئة إما كلمة more أو كلمة most وعلى مد أخلي كلمة more وكلمة most كون أشوف أدور على the and than فإذا عندي هنا than than معناها من فإذا عندي مقارنة بما أنه مقارنة أخلي هنا كلمة more فإذا تسلق الجبال هو أكثر خطورة is more dangerous أكثر خطرا than من مثلا تسجلون أي شي تخلون بالفراغ أنا خليت هنا playing food رح أجلي هنا number five النقطة الخامسة أيضا بعد الجملة be the اللي هي التعريف the فراغ beautiful buildings المباني الجميلة عندي أيضا كلمة beautiful in Iraq في العراق is أو are فراغ يقول المباني الأكثر جماليا في العراق هي فراغ بما أن صارت عندي فإذن النقطة صارت عندي المباني الأكثر جمالا في العراق آر أنا كتبت هنا أور هي مدينة أور الأثرية عندي هنا زكورة اللي هي الزكورة وقلعة أربيل هذا بالنسبة فيما يخص هذا التمرين الموجود في لسن في ما ينتهي درسنا لهذا اليوم على مودي المثلا الفيديو ليصير طويل فإن شاء الله أكمل في المحاضرة القادمة شكرا لكم ولحسن متابعتكم